أحسن الله الكريم المتعال المتصف بالكمال والجمال والجلال الذي اصطفى خليله وحلاه بأحسن الخصال وكساه لبوس الكرامة وتوجه بتاج الوقار والكمال وزكى قلبه ونور عقله وطهر لسانه ورفع ذكره ووضع عنه وزره وأحسن خلقه وخلقه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أي قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر فما كل من يتلو الكتاب يقيمه ولا كل من في الناس يقريه مو مقري ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البر اليوم الأربعاء الخامس من شهر شعبان المعظم لعام خمس واربعين واربعمائة وألف من الهجرة الشريفة نستأنف أعمال جائزة مسابقة دبي الدولية لقرآن الكريم في جلستها الثالثة وندعو المتسابق حافظ القرآن الكريم سويد بن عبد الفتاح من جمهورية القمور المتحدة ويقرأ برواية حفص عن عاصم ترجمة نانسي قنقر السؤال الأول يقرأ من قوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ولا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرُتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَاءُلَئِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدَوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ حسبك السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا هْتَدَيْتُمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا هْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْدُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ حينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِذْ أَنتُمْ ضَرَبَتُمْ فِيَلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ هُتَبَتُمْ أَعِدْ حَبِيبي أَوْ آخَرَانِ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِذْ أَنتُمْ ضَرَبَتُمْ أَعِدْ أَوْ آخَرَانِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ أَقْرَمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ يُحِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدَلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِذْ أَنَّ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتُ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اِرْتَبَتُمْ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اِرْتَبَتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَلَا نَكْتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ إِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ وَمَا اْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنْ عُثِرَعَ ذَلِكَ أَدَنَا أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجِهِهِهَا وَمَا اْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجَهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بعد أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجَمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبَتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ حسبك السؤال الثالث اقرأ من قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فاربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرضها للمشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق فدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حسبك السؤال الرابع أقرأ من قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الوسل أغرقناهم وجعلناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأنفال وكلا تبرنا تتميرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطر السوئئة فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلها وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا حسبك السؤال الخامس والأخير يقرأ من قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أعوذ من الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وشهد شاهد من أضل ممن هو في شقاط بعيد سنريهم آياتنا في الآفاظ وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفر ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنه في مذية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم 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 الحميم ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير حسب حسن تبارك الله فيك